السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا النهاردة اخر جزئية في منهج سنة ستة الجزء الخاص بالرسم بالمنحنة التكراري بس في ناس كتير بتقول اه والله ده الجزء الاخير ده رسم لا هو مش رسم بس الفيديو بتاع النهاردة ومتقسم لجزئين الجزء الاول اسئلة اكمل ما يلي اللي بتيجي على البياني والجزء التاني هو جزء الرسم خلينا افكرك باول حاجة بتيجي على الجزء الخاص بالرسم البياني حاجة احنا خدناها قبل كده على انواع البيانات الاحصائية لما يجي يقولك البيانات الاتية كمية ما عدا ويديك شوية حاجات احنا وقتها كنا بنشوف الحاجات اللى ارقام وبنشوف الحاجات الكلام ونختار الحاجة المختلفة برضو نفس الكلام لما يجي يقولك البيانات الاتية وصفية ما عدا وبرضو هيديك شوية حاجات وانت وقتها كنت بتقول ايه الارقام وايه الكلام وبتختار المختلف النهاردة بقى بنكمل كل الاجزاء اللي بتيجي في اكمل ما يلي على الرسم شوية قوانين ونعرف إزاي بتيه في الأسئلة أول حاجة لما جيب ولد ووقفه جنب الحيطة بالشكل ده وقوله افرد إيدك على قد ما تقدر من أول أعلى جزء عنده لحد أقل جزء عنده اللي في النص ده الفرق ما بينهم اسمه المدى نطول فيها كده عشان تفتكر وده أول حاجة هنتعلمه إيه هو المدى قالك المدى ده أكبر قيمة في الأرقام اللي عندك ناقص أصغر قيمة في الأرقام اللي عندك يعني يجي يقولك المدى لمجموعة القيم دي هو فأنت هتعمل إيه هتختار بالراحة أكبر قيمة إيه هي وأصغر قيمة إيه هي بالراحة ليه بقى في ناس ممتازة بتحل كل اللي امتحان صحة وتيجي تغلط في جيه ليه لأنه تصرع اللي شافه الأول اعتبره صغير فتعامل معاه لا وحدة وحدة مين أكبرهم 57 مين أصغرهم 32 فأنت بتيجي تقوله والله أكبرهم خالص 57 لو شلت منه 32 هيديك الجزء اللي في النص اللي هو 25 وممكن ييجي بالقانون ده ويقولك المدى يساوي نقاط ناقص نقاط فأنت هتقوله أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة بيجي إزاي السؤال عليها تاني المدى لمجموعة من البيانات أكبرها 59 وأصغرها 20 هنا بنقوله شكرا إن انت كتر خيرك من الديني الكبير ومن الديني الصغير فأنا كل اللي هعمله هجيبك كبير واطرح منه الصغير هيديك في الآخر 39 طيب ممكن يجي لك تاني ويقولك إذا تراوحت القيم في توزيع تكراري بين 70 و 30 يعني في شوية قيم ما بين 70 و 30 فإن المدى لهذا التوزيع هو هتقوله والله طالما القيم ما بين 70 و 30 يبقى أكبرهم 70 وأصغرهم 30 يبقى أنا هقوله 70 ناقص 30 يدينا 40 طيب ساعات يجي يقولك المدى هو نقط مش عايز قانون فأنت بدل ما تقوله أكبر ناقص الأصغر هتقوله الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة ده تعريف وكلام يعني غير القانون اللي خدناه من شوية وممكن يجي لك العكس يقولك الفرق بين أكبر مفردة وأصغر مفردة لمجموعة من القيم يسمى فأنت هتقوله المدى قبل ما نكمل عشان أضمن لك أنك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو أنت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص أي فيديو وانزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تتطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقاديك تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس طيب هل المدى ليه قانون واحد أكبر قيمة أصغر قيمة لا المدى ليه قانون تاني بس عشان تعرف القانون التاني لازم أرسم لك المسلس بالشكل ده هحط لك كلمة المدى اللي هي أهم كلمة بندور عليها فوق وهحط لك تحت حكتين إيه هم الحكتين دول الإيدين اللي مرفوعة للولد إيد فيهم اسمها طول المجموعة فانا هاجي أكتب هنا طول المجموعة والإيد التانية برضو طويلة يعني كلمتين عدد المجموعات فانا هاجي هنا أكتب عدد المجموعات وإحنا اتفقنا في درس مقياس الرسم اللي أنا أقوله انت ما تقولهوش فانا لو عايز المدى هخبيه وأقول الاتنين التانيين بس الاتنين التانيين موجودين جنب بعض على نفس السطر يبقى ضرب وساعتها هقوله المدى يساوي طول المجموعة في عدد المجموعات وده أول قانون بطلعه من المسلس هستخدم القانون ده إزاي لما يجي يقوله المدى لمجموعة قيم عدد المجموعات فيها ثلاث مجموعات وطول المجموعة ستة يبقى معنا كده أننا بدور على النقط اللي عندي فين؟ أهيه فين الكلمة اللي قبل النقط؟ لا يمنيس ما فيش كلمة قبل النقط يبقى أنت هتلاقي الكلمة المطلوبة هي أول كلمة في المسألة طالما النقط مفيش قبلها كلمة إيه هي بقى؟ المدى يبقى أنت هتقوله المدى يساوي هلأقوله أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة؟ لا يميس أصلا لا قال لي أكبر ولا قال لي أصغر هو بيستخدم كلمات القانون التاني فأنت هتقوله طول المجموعة في عدد المجموعات تشيل طول المجموعة وتحط ستة؟ فيه تشيل عدد المجموعة وتحط تلاتة بقت كده ستة في تلاتة في تمنتاشر طيب أقدر أطلع قانون تاني من المسلس؟ آه طول المجموعة يساوي واللي أنا أقوله أنت ما تقولهوش خبيه يبقى احنا كده تبقلنا كلمتين فوق بعض يعني اسمه مين اللي فوق؟ المدى على عدد المجموعات لأنه ساعات يقولك طول المجموعة يساوي المدى على نقط فأنت تبقى عارف على عدد المجموعات طب أنا لو عايز عدد المجموعات هخبيها وقوله برضو المدى على التانية بقى ليه مين؟ طول المجموعة المهم من اللي أنا أقوله أنت ما تقولهوش فيجي لك السؤال ويقولك إذا كان المدى لمجموعة قيم 18 وكان طول المجموعة 3 فإن عدد المجموعات يساوي آه والله ده عدد المجموعات كلمة فيهم يعني هأس المدى فوق على طول المجموعة هحط المدى 18 على طول المجموعة 3 هيديك 6 تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للقانون الأولاني اللي هو المدى يساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة طب افرد بقى أنا مديك المدى ومديك أصغر قيمة وعايز أكبر قيمة آه والله ده أنا عايزة كبيرة يبقى أنا بجمع الرقمين مع بعض زي المفألة الجاية كده إذا كان المدى لمجموعة قيم 11 وكان أصغر هذه القيم 4 فإن أكبر قيمة تساوي آه والله ده عايز أكبر قيمة يعني حاجة كبيرة يعني هجمع الرقمين دول مع بعض 11 زائد 4 هيديك 15 طب افرد أنا مديك المدى ومديك أكبر قيمة وعايز أصغر قيمة أو الله ده أنا عايزة الصغيرة يبقى أنا هطرح الرقمين من بعض زي ما يقول لك إذا كان المدى لمجموعة قيم 16 وكان أكبر هذه القيم 23 فإن أصغر قيمة تساوي هو هنا عايز أصغر قيمة يعني عايز الصغيرة فإحنا هنطرح في الكبير فيهم ناقص الصغير هنا الكبير 23 ناقص 16 يديك 7 ويبقى أنت كده خلصت خلصت خالص كده يا ميس القوانين لا خلصت موضوع المدى بندخل بقى على آخر جزئية في القوانين اللي هي مركز المجموعة يعني إيه مركز المجموعة يا ميس يعني أنا عندي مجموعة طويلة أولها 15 وآخرها 25 أنا عايز الرقم اللي في النص بالضبط ما بينهم مين هو الرقم اللي في النص بالضبط ما بين الـ 15 والـ 25 العشرين يا ميس كويس جدا برافو عليك عرفتها عشان هي أرقام صغيرة لكن الموضوع هيتغير لو قلتلك إيه هي الأرقام اللي ما بين الـ 26 والـ 54 عشان كده كان لازم نعمل قانون يسهل عليك تجيب الرقم اللي في النص بالضبط اللي هو إيه هتيجي تمسك الرقم اللي موجود في البداية تجمع عليه الرقم اللي موجود في النهاية وبعد ما تجمعهم تبقى تقسمهم على الـ 2 بيجي يقولك مجموعة بدايتها 15 ونهايتها 25 فإن مركز المجموعة أنا مديك البداية ومديك النهاية فأنت كل اللي هتعمله هتجمعهم مع بعض الأول 15 زائد 25 وبعدين تقسمهم على الـ 2 تقدر تجمع الأول هيطلع لك 40 على الـ 2 فيها العشرين وتقدر تدخلها كلها على الآلة على خطوة واحدة برضو هيديك 20 تعالى تاني يقولك مجموعة بدايتها 26 ونهايتها 54 فإن مركز هذه المجموعة يساوي عشان تجيب المركز بتجمعهم وتقسمهم على الـ 2 فأنا هقوله 26 زائد 54 على الـ 2 يعني كأنك بتقول 80 على الـ 2 فيها 40 وكده تبقى خلصت القوانين والحاجات اللي بتيجي في أكمل على الرسم البياني خلينا بقى نعمل إيه دلوقتي نرسم فعلا بيجي لك جدول زي كده في الامتحان وطالب منك ترسم المنحنة التكراري لهذا التوزيع انت خدت الدرس ده السنة اللي فاتت هو هو بالضبط السنة دي بس يخليني اتفق معاك على حاجة أول ما يجي لك الجدول بالشكل ده هتشطب على خانة المجموعة هي والرقم اللي تحتها ليه؟ عشان عينك ما تجيش عليه وتحاول ترسمه وهو أصلا مش مطلوب منك اترسم هيجي لك في الامتحان شبكة اربعية زي كده موجودة في ورقة الامتحان مش هترسم في ورقة خارجية فانت هتعمل ايه؟ هتبتدي ان انت تمسك المصطرة بتاعتك وتعمل محور نايم بالشكل ده ومحور واقف بالشكل ده الكلمة الاولى اللي من هنا هتكتبها هنا عمر الزائر والكلمة التانية اللي من هنا هتكتبها فوق وتكتب عدد الزوار طيب طالما الكلمة الاولى اللي هي عمر الزائر اخدت الخط اللي نايم يبقى انا كمان الارقام بتاعته هتكتب بالشكل اللي نايم يعني هتيجي هنا تكتب عشرة شرطة ايه ميس الشرطة دي؟ احنا بنقول عليها عشرة فاكثر يعني ايه؟ يعني لما جيت احسب اعمار الزوار ما قعدتش اقول بقى عشر سنين قد كده حداشر سنة قد كده اتناشر سنة قد كده تلاتاشر قد كده اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر قد كده لا انا حطتهم كلهم في مجموعة قلت والله يا جماعة اللي عمره من عشرة فاكثر لحد قبل العشرين ست زوار فانا جمعتهم في مجموعة عشان كده من شوية كنا بنقول مركز المجموعة وعدد المجموعات وطول المجموعة هي دي المجموعات اللي فوق عشرة فاكثر اللي عمره من عشرين فاكثر اللي عمره من ثلاثين فاكثر من أربعين فاكثر من خمسين فاكثر يعني من أول الخمسين وانت طالع تمام كده؟ فانا هاجي للسطر النايم أقول له عشرة فأكثر عشرين فأكثر تلاتين فأكثر أربعين فأكثر خمسين فأكثر خلي بالك أن أنت بتكتب على الخطوط الأساسية كده خلصت الأرقام اللي نايمة نيجي بقى لعدد الزوار اللي وقفين خلينا اتفق معك على اتفاق كراس الرسم البياني اللي أنت بترسم فيها أو حتى الشبكة التربعية اللي هتجيلك مستحيل تجيلك أكتر من 16 خط فأنت لو كانت الأرقام اللي عندك دي في حدود الستاشر يعني مفيش رقم فيهم عدد الستاشر فأنت هتمشي واحد واحد زي الأرقام اللي عندك هنا أكبرها 12 يعني الحمد لله تقدر تمشي واحد واحد أقل جزء عندك هو الجزء دا اللي هو الصفر هتمشي واحد واحد وتكتب الأرقام على شمال المحور واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر طب ميس لو عندي سطور أزياد ممكن أكمل لحد ما نخلص طب ممكن يا هميس أقف لحد اللي اتناشر فأنت هتعمل ايه المفروض ان انت هتيجي عند العشرة فأكثر وتطلع لحد الستة بس انت مش هتطلع من الخط الرئيسي لا انت هتطلع من الخط اللي في النص ما بين العشرة فأكثر للعشرين فانت هتيجي هنا ما بين الجزءين دول وتطلع كده لحد ما توصل للستة تحط نقطة وتسميها واحد بخط صغير كده برقامها ليه يا ميس هتعرف في الآخر وهتيجي هنا للعشرين فأكثر ما بين العشرين والتلاتين وتطلع لحد التسعة تحط نقطة وتسميها اتنين وتيجي ما بين التلاتين والاربعين تطلع نقطة عند الاتناشر وتسميها تلاتة وتيجي للاربعين فأكثر بس انت مش بتطلع على الخط الأساسي انت بتطلع على الجزء اللي في النص بعديه هتطلع نقطة وتحطها عند العشرة وترقامها اربعة وتيجي للخمسين فأكثر الجزء اللي في النص وتحط نقطة عند التمانية وتسميها خمسة وبعدين يا ميس شوف بقى لو طالب منك المضلع التكراري فانت هتجيب المصطرة وتوصل النقط دي بالترتيب لكن هو هنا طالب منك المنحنة التكراري يعني انت هتوصل برضو النقط بالترتيب بس هتوصل بإيدك هتيجي هنا من عند الواحد توصل لحد الاتنين ومن الاتنين لحد التلاتة ومن التلاتة تنزل لحد الاربعة ومن الاربعة تنزل لحد الخمسة وترفع إيدك على طول اوعى تقفلوا تيجي من الخمسة تقفلوا لحد الواحد لا انا مش عايزة شكل انا عايزة منحنة اول ما توصل للنقطة الاخيرة ترفع إيدك طب انت يا ميس ما قلت ليش انا برقمهم ليه انت بترقمهم عشان توصلهم بالترتيب لان في مسائل لما ما بترقمش النقط ما بتبقاش عارف مين بعد مين وبتوصل اي حاجة وفي نقط ساعات بتتنسى مش هيجرى حاجة انك ترقمهم عشان تضمن انك تمشي صح طيب في اسئلة بتجي على الرسمة يا ميس طبعا زي السؤال ده ما عدد الزوار الذين تقل اعمرهم عن 30 سنة فاحنا بنعمل ايه حبيبي بنجي للرقم اللي هو بيسأل عنه وببص بعيني على الارقام اللي فوق في الجدول فين التلاتين دي اهيه فانت هتعمل ايه هتعمل خط قبله ايوة يا ميس صح قبله عشان هو قال لي تقل لا الخط اللي قبل الرقم ده بيتعمل قبل الرقم على طول سواء قال لي اقل او قال لي اكبر الخط ده ملوش دعوة الخط بيتعمل قبل الرقم هنا هو قال لي اقل يعني انا هبص كده طب لما بص كده بقى بص على الارقام اللي فوق ولا الارقام اللي تحت مش انت لسه من شوية بصص على الارقام اللي فوق خلاص بقى بص شوية على تحت فانت هتاخد كل الارقام اللي اقل منك من تحت يعني هتاخد دول الستة والتسعة مع بعض هيديك خمستاشر وعشان انت في سطر عدد الزوار هتقوله خمستاشر زائر تعالى تان ما عدد الزوار الذين تزيد اعمرهم عن اربعين سنة لما بتجي تمسك الرقم اللي سألك عليه وتدور عليه من فوق فين اربعين اهي ميس هتحط خط فين قبلها يا ميس قبلها ازاي بقى وهو قالك تزيد ما انت لسه عيلالي يا ميس ان الخط بيتعمل قبل الرقم مالهوش دعوة تزيد او تقل برافو عليك انا بعمل الخط قبل الرقم وماليش فيه هو هنا قالي تزيد يعني هاخد كل الارقام اللي بعد الخط اللي انا رسمته بس المرة دي بقى بصي فوق ولا بصي تحت لا يا ميس انا لسه بصي فوق من شوية خلاص ابصي تحت بقى شوية هاخد كل الارقام اللي اكبر يعني يزيد يعني من هنا اللي هما دول مين بقى العشرة مع التمانية هيديك 18 زائر عرفت ليه برضو انا شطبت على خانة المجموع عشان ما تاخدش الخمسة واربعين معانا ويبقى انت كده خلصت تعالى تاني ميديك جدول زي كده وطلب منك ارسم المنحناء التكراري اول حاجة بتعملها بتشطب على خانة المجموع والرقم بتاعها وبتيجي تعمل بالمصطرة محور نايم زي كده ومحور واقف زي كده حتيجي اول كلمة تكتبها تحت وتاني كلمة تكتب فوق عدد التلاميذ وعشان تبقى عارف فوق هنا لازم تلاقي عدد المش عارفة ايه او كلمة تانية اسمها التكرارات تمام كده طيب حتيجي للمحور اللي نايم وتبتدي تكتب الارقام بتاعت الدرجة عشرة فاكثر عشرين فاكثر تلاتين فاكثر اربعين فاكثر خمسين فاكثر طيب بالنسبة بقى للارقام اللي وقفة اه انت بص هنا للارقام بتاعتك عدد الستاشر مش هتقدر تمشي واحد واحد امال هامشي كام يا ميس الارقام بتاعتك دي كلها موجودة في جدول ضرب الخمسة يعني تقدر تمشي خمسة خمسة طالما الاحاد صفر او خمسة فحتيجي هنا النقطة دي صفر معروفة هزود خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين هتيجي للعشرة فاكثر وبدل ما تطلع من عندها الحد الخمستاشر لا انت هتطلع من الفاضي اللي جنبها هتحط نقطة وتكتب واحد وتجي للعشرين فاكثر بدل ما تطلع منها تطلع من الفاضي اللي جنبها لحد الخمسة وعشرين تحط نقطة وتسميها اتنين تيجي عند التلاتين في اكثر هتطلع لحد التلاتين بس هتعمل نقطة على اللي جنبها هتحط نقطة وتسميها تلاتة هتيجي للاربعين في اكثر هتطلع من عندها لا هتطلع من الفاضي اللي جنبها لحد العشرين تحط نقطة وتسميها اربعة وتيجي للخمسين في اكثر للفاضي اللي جنبها هتطلع لحد العشرة تحط نقطة وتسميها خمسة وتبتدي ان انت توصل من الواحد للخمسة بالترتيب النقطة الاولى هي هتمشي لحد النقطة التانية النقطة التالتة الربعة الخمسة يبقى انا كده خلصت وبرضو بفكرك انا مش بقفل الرسمة انا عايزها كده عاملة زي التبة شبه الجبل كده عشان تتأكد ان رسمتك صح لازم تبقى النقطة بتاعتك موجودة في الفاضي ما بين الخطين الرئيسيين وكل نقطة بعدها في الفاضي نقطة على طول ما فيش فراغات ما بينهم يجي السؤال على الرسمة ويقولك ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على 30 درجة فاكثر كام واحد حصل على 30 درجة فاكثر فانا همسك الرقم بتاعي ابص عليه من فوق اهو يا ميس هحط خط قبله على طول عايز اللي اكثر من 30 يبقى انت طالما بصت فوق تبص تحت شوية تاخد كل الارقام اللي بعد الخط ما عدى المية لاني شض عليها هتاخد التلاتين وتاخد العشرين ومعهم العشرة هيدوك 60 60 ايه والله هو هنا في سطر عدد التلاميذ يبقى هتقول له 60 تلميذ طيب ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على اقل من 50 درجة برضو هتبص فوق على الخمسين وتحط خط قبلها قال لي اقل يعني هاخد كل الارقام اللي اقل من الخط من تحت هاخد الخمستاشر والخمسة وعشرين ومعهم التلاتين والعشرين ومش هاخد العشرة لاني عايز اللي قبل الخط هيديك 90 تلميذ طيب اخر واحدة ماديك جدول زي كده وعايز المنحنة التكراري فانا هعمل ايه همسك المسطرة اعمل محور نايم ومحور واقف الكلمة الاولى عمر المريض هتكتب هنا والكلمة التانية هتكتب هنا عدد المرضى وهاجي اشطب على خانة المجموع والرقم بتاعها واكتب تحت عشرة فاكسر عشرين فاكسر تلاتين فاكسر أربعين فاكسر خمسين فاكسر ستين اه ايه همس السبعين دي ازاي رقمين مع بعض يا ميس ايه يعني اللي مستغرب منه الرقم سبعين ده يا ميس مش عارف اعمل فيه ايه ايه مضيقك اه يا ميس بصراح اشطب عليه ايه ده مش هكتبه لا انا هكتب ستين فاكسر بس لا بجد يا ميس اه والله اشطب عليه معناه ان احنا عملين نعد المرضى اللي اعمرهم ما بين الستين واخرهم السبعين ما فيش حد عدة بعد كده كاني بقولك اخرك السبعين سنة لكن انا مش عايزك تشغل بالك فيه ناس تقولك فاكسر كده وسايباها كل اللي اعلى من ستين وفيه ناس تقولك الستين فاكسر لحد السبعين كده ولا كده السبعين دي مش فرقة معانا انا عايز بس الستين فاكسر طيب واللي واقف يا ميس ياه فيه رقم 18 لو كان اقل من الستاشر كنت ماشيت واحد واحد طب انت مدايق نفسك ليه عشان فيه كم رقم اعلى من الستاشر ايوا يا ميس انا لا هقدر امشي واحد واحد ولا حتى اقدر امشي خمسة خمسة لان دول مش موجودين في جدول ضرب الخمسة خلاص امشي اتنين اتنين ارقام زوجية انت مش هنا متفق معايا ان احنا صفر ايوا يا ميس خلاص امشي اتنين اتنين لان الارقام اللي عندك كلها زوجية فانت هتيجي هنا تمشي صفر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر تمنتاشر ممكن اعمل عشرين يا ميس اعمل براحتك هتيجي للعشر شرطة تطلع لحد الاربعة بس من الفاضي اللي جنبها وتحط واحد وتيجي للعشرين فاكثر وتطلع لحد الستة بس الفاضي اللي جنبها تحط نقطة وتسميها اتنين وتيجي للتلاتين فاكثر تطلع لحد الاتناشر من الفاضي اللي جنبها تحط نقطة وتسميها تلاتة وتيجي للاربعين فاكثر بس من الفاضي اللي جنبها تطلع لحد التمنتاشر تحط نقطة وتسميها اربعة وتيجي للخمسين فأكثر للفاضي اللي جنبها تحط نقطة عند الاربعتاشر وتسميها خمسة وتيجي للستين فأكثر بس من الفاضي اللي بعدها تطلع لحد الستة تحط نقطة وتبقى دي النقطة الستة والأخيرة وبعدين تبتدي توصل من أول الواحد لحد الاتنين وبعدين التلاتة لحد الاربعة توصل لحد الخمسة تنزل لحد الستة ويبقى أنت كده خلصت بس أنا إيجي بتتهزي يا ميس ولا يهمك أنا اللي طلب منك ترسم بأيديك وطبيعي بيبقى فيه هزة طبيعية في الإيد مختلفة عن المصطرة أنا مش عايزها مظبوطة ويبقى أنت كده تعلمت إزاي ترسم وتعلمت إزاي تحل مسائل أكمل ما يليه اللي بتيجي على الرسم هستناك في الفيديو الجاي حل نماذج كتاب المدرسة بالتفصيل مع شوية أسئلة عليها وبكده يبقى خلص الدرس ولو أنت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص أشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة